الشيخ الشيعي الشيخ الشيعي التي أرسلت على جيش ابن الصباح لعنه الله فأرسلنا عليهم طائرة أبابية ترميهم بحجارة من السجيل فجعلهم كعص معكول هذه طيور موالية طيور التي لطأت أجنحتها بدم الحسين موالية تختلف بعكس البرص هذا البرص لعنه الله هذا مبغض لأهل البيت بغض عجيب هذا الخبيث هذا رواية عن الإمام الصادق واحد جالس يما وهذا البرص هذا على الجدار فيطلع لسانه يقول الإمام الصادق يقول أتعرف ما يقول قال يقول إن سببتم عثماننا سببنا عليكم هذا ناصبي خبيث ملعون هذا شكل عجيب خبيث هذا خبيث ملعون هذا يوم النمرود بن كنعال لعنه الله عشعى للنار يريد يحرق فيها نبي الله إبراهيم هذا البرص يسوي الكلب هذا هذا يروح إلى الصحراء يجيب عواد صغيرة يجيب يرميها في النار هذا الملعون هذا موجود في قصص الأنبي بعكس الضفدعة هذا الضفدعة تشوف جلدها كأنه محروق بعكس هذا الضفدعة جلدها كأنه محروق شوف هذه شو تسوي هذه هذه مؤمنة بالله هذه يوم أشعلت النار لحق نبي الله إبراهيم تروح إلى النهر وتعبنا في السماء تجي ترمي بنفسه في النار حتى تطفي النار عن نبي الله إبراهيم هذه موالية لهذا أهل البيت روايات عنهم كراهة قد تشوف دعاً لأستحباب قد تزاق الخبيث الكلاب والخناصير والقردة هذه كلها مبغضة لأهل البيت معادية لأهل البيت في حيوانات معادية وفي حيوانات مبغضة حتى في النباتات حتى في النباتات ما طاب طعمه موالي لأهل البيت وما خبث طعمه مبغض لأهل البيت ربما أصل النبات مثلاً من أصل خباثة الطعم مثلاً المر إذا كان نبات من أصل مر هذا لا موالي لكن لا والله المتعرف عليه أنه حلو لكن قلعت وحدة مرة هذا مخالفة لأهل البيت معادية لأهل البيت مبغضة لأهل البيت إنه الرواية عن بلال وعن أنس ابن مالك يقول إن اشتروا مع الإمام بالطيخ وجاب الإمام إلى بيتهم ففتح واحدة وأكل منها ما استسار طعمها رماها قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي العفو سيدنا ما أنك اطرقت إلى الحوزة وإلى المراجع نرجو أن تعطينا نبذة عن المرجعيات الشيعية وتأسيس حوزاتها العلمية والمناهج الدراسية ومن هو أبرز مرجع للشيعة حتى الآن وحاليا ومشروط النظرية والعملية التي بموجبها يصل الفرد إلى مقام المرجعية العليا عند الشيعة راح أجاوبك هذا الصوت شنو هذا راح أجاوبك على الشق الأخير أولا الشيعة العملية لوصول الفرد إلى المرجعية أولا لازم يكون عندها عمامة كبيرة لحية ثاني شيء لازم عندها جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون أعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج ثالث شيء المهم لازم أن تكون فلوس يوزعون على كل الناس هذا يصل هذه الشروط العملية أي كان حتى إذا يكون هو أصله إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعندها أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع علىه حتى إذا يكون ماله أصل هو هندي ومثال نروح الشيراجي هو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد هذا عمليا يصير مرجع أما نظريا فالمقلد أولا هو التقليد المقلد والمقلد هذا الشير جديد جابوا الإنجليز بالألف وتسعمية واربطعش قبل ألف وتسعمية واربطعش لا أكو مقلد ولا مقلد وحتى للتسسوة عشر ماكو رسالة عملية هو الرسالة عملية سواها سيد أبو الحسن فالشروط النظرية لوصول الفرد إلى المرجعية هي أنا إذا واحد يدخل بنص الموضوع ما أقدر أحكي هذا يأشر وهذا يروح وهذا يجي ما أقدر أحكي أنا أخليها باسترسلة الشروط النظرية يجبون يقولون أكو رواية عن الحجة أو غير الحجة كيف يصير المرجع مرجعا المقلد مقلدا من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه لأمر مولاه فللعوام أن يقدم أن يقلدوه أولا فللعوام وفعل العوام ويقولون هذا المقلد بأحد طرق نظريا بأحد طرق ثلاثة يمكن أن يكون مقلد ما أرجع يعني إما شهود اثنين يشاهدون من أصحاب الخبرة على أن لا يكون مقابلهم شاهدان عادلان ينقضون هاي الشاهدة وهذا مستحيل أي واحد يجيب شاهدين أكو آلاف ضده يعني موية يعني كل مرجع عنده شهود فهذا هو من أصلا ملغي ما معقول ولا مقبول عقليا الشرط الثاني أنك أنت المقلد بنفسك تمتحن المرجع وتعرف هذا هو الأعلام الأفقه إذا أنت تقدر الأعلام الأورع إذا تقدر تمتحنه ماكو داعي تقلد أنت مشتهد يعني إذا كانك تمتحنه معناها أنت ما تحتاج قلد هذا الشرط هم من فيه الشرط الثالث أشياء المفيد للعلم يعني وين ما تروح يقولون خوي خوي سيستاني 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 هايها ما تصير بفلوس كل من يطي فلوس وصولة دعاية للأصابع يصير فثلاثة المرفوضات فأنا شخصيا قلدت سيد ابو الحسن وبعد عشر سنين عرفت والدي كان أعلم من سيد ابو الحسن ما كانت متوفرة الشرط النظرية بوالدي وكثير من الناس يقلدون وما يعرفون أكو بالرسالة العملية بتحرير الوسيلة إن شاء الله بعد كم يوم شخص جوهد خالص يجيب لي الكاسيتات عندي فيديو أنا مسويه بساعتين يوم واحد ثلاثين هاي شون فتواه هاي شون فتواه هاي شون فتواه هاي شون فتواه نعم فهاي نظرية 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 غير مطبقة نعم وخالية وعمليينهم هذا فساد نعم إنه كل من عنده عصابة وكل من دعم الحكومة المحلية فالناس مظللون المقلدون مساكين ما يدرون شكوا ما يكون